اخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن سلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية ارتفاع اسعار صرف الدولار في بورصة بغداد حيث ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وذكر مراسلنا ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 148300 دينار عراقية مقابل 100 دولار امريكية وضف ان اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقية لكل 100 دولار امريكية بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينار عراقية لكل 100 دولار امريكية فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 148150 دينار عراقية مقابل 100 دولارا المندلاوي يؤكد ضرورة الغاء ضريبة بطاقات شحن الهاتف النقالة حيث اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ضرورة الغاء ضريبة بطاقات شحن الهاتف النقالة التي اقرت في العام 2015 وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب أن حسن المندلاوي أكد ضرورة إلغاء ضريبة المفروضة على بطاقات الرصيد للهواتف النقالة والتي تسببت بارتفاع كلفة الاتصالات على المواطنين خلال الأعوام الماضية منخفض يقلب الأجواء أمطار غزيرة وتحذيرات من انزلاقات الطرق بهذه المناطق حيث توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن يشهد العراق أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة وقال الزيادي أن التوقعات خلال الأربعة وعشرون ساعة القادمة منخفض منطر عالي الفعالية يبدأ تدريجيا الليلة ويتعمق نهار يوم غد الأربعاء وبيّن الراصد الجوي أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض المناطق الشمالية وبعض الأقسام الشرقية وأجزاء من بعض المدن الوسطى لهذا يجب الحذر من انزلاقات بالطرق والتنبيه من العواصف الرعدية عبر إغلاق عياداتهم أطباء بغداد يستعدون للتصعيد احتجاجا على استحداث كليات طب أهلية حيث كشف أطباء بغداد عن استعدادهم للتصعيد احتجاجا على استحداث كليات طب أهلية وقال نقيب أطباء بغداد الدكتور مصطفى باسم السعدي إلى كل من تهمه مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه كنا ولا زلنا صوتكم الصداحة الذي يتكلم نيابة عنكم أمام كل من يحاول أن يلحق الضرر بكم وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الرافضة للوقوف بوجه الجهات التي تحاول تمرير قراراتها بافتتاح كليات طب أهلية غير مكتملة الضوابط نرى أن هناك جهات مساندة وماضية في إكمال هذا المشروع دون الاهتمام بنتائجه الكارثية وكلامنا هنا موجه للمسؤولين وأضاف أن هذا المشروع سيكون بمثابة الضربة القاضية للطب بشكل عام ولتأريخ الطب العراقي بشكل خاص لسيما وأن السياسة التي تتبعها وزارة التعليم بالمضي في قراراتها فيما يخص افتتاح كليات أهلية للطب البشرية يعد خرقا سافرا لكافة قوانين الإنسانية والعلمية لكونه لم يؤخذ بتوصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيطة والتي طالبتا فيها بالتريث في هذا الأمر حاليا علما أن الآثار السلبية لتلك الكليات ستظهر مستقبلنا والخاسر الوحيد هو المواطن الإطار التنسيقي السوداني يستشير جهتين قبل إجراء تغييرات في المناصب حيث كشف القيادي في الإطار التنسيقي كاظم الحيدري عن آلية اختيار رئيس الوزراء للشخصيات المرشحة للمناصب الخاصة التي طرأ عليها التغيير وقال الحيدري إن الإطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية لا تتدخل في قضية تحديد المرشحين للمناصب الخاصة في الحكومة حيث إن قرارات التعيين تعود إلى رئيس الوزراء ولا تستطيع أي تجهة التشويش عليه في عملية الاختيارة التي يراها مناسبة وضف أنه عندما يقرر رئيس الوزراء إحداث تغيير في المناصب بالمؤسسات الحكومية فإنه يقوم باستشارة مجلس النواب والكتل السياسية لإيجاد الشخصيات المناسبة حيث تكون أمام رئيس الوزراء عدة تخيارات يستطيع من خلالها اختيار الأفضل والأنساب الصياد يثير الجدل بمفاجأة من خلف الستار وزير الصحة صدرية أثار عضو مجلس النواب السابق كاظم الصياد جدلا واسعا بشأن هوية انتماء وزير الصحة في الحكومة الحالية جدلا واسعا بشأن هوية انتماء وزير الصحة في الحكومة صالح مهد الحسناوي مؤكدا انتماءه للكتلة الصدرية وقال الصياد في لقاء متلفز إن الحديث المعلن عن أن وزير الصحة من الشخصيات المستقلة التي جاء بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني غير صحيحة وضف أن المعلومات خلف الكواليس تؤكد أن الكتلة الصدرية هي من جاءت به إلى الوزارة مبينا أن المواقع التي غادرها التيار الصدرية جرى عليها التفاوض من أجل استبدالها بأسماء مقربة من التيارة وعلق الصياد على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني إلى مستشفى الكاظمية قائلا لا نريد رئيس وزراء فيسبوكية المصارف الحكومية تتلقى توجيها بمنح سلف وقروض وتبسيط الإجراءات حيث وجهت وزيرة المالية طيف سامي المصارف الحكومية بمنح السلف والقروض وتبسيط الإجراءات وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيانة أن السامي عقدت اجتماعا موسعا مع كافة مدراء المصارف وبحضور المستشار المالي ومدير عام الدائرة القانونية والكادر المتقدم في المصارف بحثت خلال الاجتماع الخطط التي يتبناها البرنامج والمنهاج الحكومية بحسب الإمكانات المالية المخطط لها ضمن الاستراتيجيات المعمول بها للمصارف وعشار المجتمعون إلى بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بقطاع المبادرة الزراعية ودعم الصناعيين والإسكان ودعم المشاريع الصغيرة ومنح السلف والقروض لكون هذه القطاعات تعتبر من الركائز الداعمة والمستقرة للاقتصاد الحيوي للدولة وأكدت وزيرة المالية خلال الاجتماع على ضرورة العمل بالنظام الشامل لكافة الخدمات المتقدمة وفق قاعدة البيانات المعمول بها